اشتركوا في القناة في المسيرة التنموية الشاملة طبعا بالنسبة إلى المرسوم الخاص الصادر من جلالة الملك بالعفو الخاص والافراج عن بعض النزلاء هذا ليس بجديد على جلالة الملك فقد عودنا جلالته في جميع عيادنا في البحرين سواء احتفالة من العيد الوطني أو العياد الأخرى بأنه يعفو عن مجموعة من النزلاء الذين ربما قضوا فترة من الحكم أو ربما كانت ظروفهم أو الظروف أحكامهم تسمح بالإفراج عنهم قبل انتهاء البدة أنا أعتقد بأن قرار جلالة الملك يصب في اتجاه رغبة جلالته في أن تعم الفرحة أهالي هؤلاء السجناء بالإضافة إلى النزلاء نفسهم وأيضا مشاركة منه في التخفيف عن آلام أهاليهم ومجتمعهم هذه خطوة مباركة وأنا على يقيم بأن جلالته سيستمر في إصدار مثل هذا العفو في المرات القادمة السيد جمال فخر النائب الأول لرئيس مجلس الشورة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر